هذا نتيجيني هو الفهم الخاطئ والجاهل للدين أنك تروج لفكرة أن الإسلام يساوي العنف فأنا بالنسبة لي أنت تجهل بالإسلام فقط يعني هذا جميل جدا أن نرى شباب يعبرون عن توجهاتهم ويعبرون عن إلحادهم ويعبرون عن ما يشاءون من أشياء جميل جدا والإنترنت أصبح مفتوحا وإحنا أنا شخصيا في المغرب نستمتع بهذا الأمر أن الإعلام الرسمي النظامي يشكل ضغطا كبيرا على المجتمع وصل للرأي لو أريد شرح وليد الرأي لذلك ردك عليها تعتبر هذا خطأ أنت عارف حابب عارف منك ليه بتقوم بعيد الأمور لأن أول نقطة أنا ذكرتها هي اللي قالتها اللي هو إيه تقولك أنا مش فاهم الدين يعني وتقولك الإسلام مش دين عنف أنا يعني ربما هيكون في مخاطر لأن أنا قلت كلمة في اللي جاية دوت بس يعني مثلا في قتل الملحد أنت ضده لو كان في الدين نفترض أن في الدين مثلا واحد ارتد نفترض أنت مش فاهمة حاجة في دينك دلوقتي نفترض نفترض حتى ما فوض بمشروع بموضوع ديني حابب أعرف منك ليه بتقوم بهذه الأمور ليه تريد كسر ما أهمية هذا غيرك بيقولك أننا مرتحين مش عايزين لأن التغيير بيحصل لما يكون في تعليم لما أنت بتحب تغير حاجة لازم تعرف الحاجة دي والمعرفة بتكون يا إما واحد يجي فهمك واحد اتنين ثلاثة ودوت مش موجود في الإعلام عندنا فيش واحد بيطلع يتكلم ويناقش في الأمور دي بحرية يا إما بالصدمة ترجمة نانسي قنقر